بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين أهلا وسهلا فيكن بحلقة درس جديد معلومات جديدة إن شاء الله بقسم الشبكات من كافين من قسم الأساسيات اللي هي قسم تأسيس قسم مراجعة بعون الله رح يكون درس شيق ممتع وبسلوب يعني نوعا ما جديد طبعا جبت لكم مفاجآت إن شاء الله رح تستمتعوا بهذا الدرس وعلى بركة الله نبدأ طيب بتم أنكم شايفين المرة الماضية نحنا جينا لعند شيء اسمه راوتينج تمام نحنا لما جينا عند الراوتينج إننا بدنا نشطحه بحلقة لحالها نحن نتفقنا على هذا الشيء طيب خلينا نحن نكون متفقين على الشغل هون ونسبتها كقاعدة يا عزيزي المشاهد لو عندنا أخي مثلا كمبيوتر أول عفوا ليه شوي لو نحن عنا هلأ كمبيوتر واحد كمبيوتر رقم واحد قلنا هذا بي سي وان بي سي وان وبشتغل على آي بي محدد وإلو إلو آي بي تمام وفي إلو ساب نيت ماسك ساب نيت ماسك تمام كل بي سي إلو إلو آي بي وإلو ساب نيت ماسك فلما نحن بدنا نوصلهن على شبكة ثلاثة هون رح يكون أي جهاز إلو آآ خلينا نكون موضحها شوي آآ لي هي من لما نحن أنا مثلا أخي كتبنا مئة سعة وعشرين مئة سعة وعشرين عفوا نقطة آآ واحد ستة ثمانة نقطة آآ واحد نقطة خمسة هذا الآي بي للبي سي واحد دابانا بي سي واحد ولم وجبنا أخد كمان ساب نيت ماسك 255 255 255 255 فاصد صفر هلأ أنت في شغلة بدك تفهمها هون انه هذا الجزء لحد هون اسمه نيت ورق هذا الجزء اللي أنا حددته هو النيت ورق وهذا اللي يدامك اسمه هوست هذا الهوست بيتغير بيتغير كلياته يعني مع مع الشبكة كلياتها بيتغير كل ما بينظف يعني لو عنا على نفس الشبكة تلقائيا رح يكون له نفس السابنت ماسك انا جبت كمان بي سي اتنين تمام رح ياخد اول تلات مقاطع هدول بياخدهم بينظلوا تلقائيا لهون ولكن الهوست بيتغير يعني ممكن ستة ممكن سبعة ممكن تمانة الى اخره فهاد من نسبة للبي سي اتنين ولو ضفنا كمبيوتر تالت تمام او حتى كمبيوتر رابع على نفس الشبكة تلقائيا رح ياخد نفس السابنت ماسك نفس السابنت ماسك هذا بينزل كمان على البي سي ثري واول تلات مقاطع اللي انا سميتها نيتورك بتنزل كمان بالاي بي تبع البي سي ثري ولكن الهوست بتغير يعني ممكن ياخد اداعش ممكن ياخد اي رقم تاني على كهوست تمام هاي بس مشان احنا نوضح هاي الشغلة حتى يكونوا كلاتهم على نفس الشبكة اما والله يجي كمبيوتر اه مثلا مثلا بي سي فور واخد مثلا اه مثلا واحد اه واحد ستة تماني خلين احنا هيك نفتضة كبداية فاصلة كذا 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 هيك الاخير يعني باقي الاي بي هذا غير هذا هذا مية واثنين وتسعين مية واثنين وتسعين هذا مية وثمان وستين هدول مو على نفس الشبكة لازم ياخدوا اول تلات مقاطع من الشبكة من النيتورك يعني مية وثمان وستين فاصلة واحد بعداها بيتغير الهوست حتى يكونوا على نفس الشبكة هذا الاي بي الخاص يعني يعني رح يعطي نفس وراح يكون بالاي بي الخاص فيه اول ثلاث خانات يعني هاي اول خانة تاني خانة تالت خانة اللي هي رقم واحد هادول بيتغيروا بالنسبة للاي بي عفوا اول ثلاث خانات بيبقوا ثابتين ولكن اخر واحدة هي التي تتغير بالنسبة للاي بي يعني بمعنى اخر بس الهوست بتغير من الابي فيرجون فور هادي اللي أنا قلت لكم آخر واحد هو هوست يعني لو أحد الأجهزة تغير فيه أحد المقاطع الأولي يعني إذا واحد منهم تغير بيبقى صار الجهاز خارج الشبكة ومش رح يكون قادر يتواصل مع باقي أجهزة الشبكة هاي بالنسبة لهاي الفقرة يعني مبدئيا نحنا حكينا أنه بدنا نثبتها كالعادة بتشوفوا أنه شايفين هون هذا الموضوع بيقولك أنه كيف هذا الشي بيفيني أنا تمام يعني الآن الآن هلا بنجي على الراوتينج حلو الراوتينج أو كيف بيتم شلون بيصير هلا كيف رح لك ياها أخي بالتوجيه بشكل عام في أنت عندك عنوين كويس هذا الحكي نحن مثل ما شرحنا فوق أنه في عنوين آي بي تمام عم نحن عم نشتغل عليها حتى أنت توصل من جهازك لجهاز تاني على نفس الشبكة يعني أنت عندك هذا جهازك بدك توصل لجهاز تاني على نفس الشبكة خلي بس غير اللون طبعا 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 دك توصل لجهاز على نفس الشبكة أنت أنت محتاجين تاخدوا آي بي هذا إلو آي بي وهذا الجهاز كمان إلو آي بي على نفس الشبكة طبعا يعني أنا أنا هلأ عم كفي لك الفقرة اللي قبلها تاخدوا على نفس الشبكة آي بي هات وعنوين أنت إلك عنوان وهذا إلو عنوان هيك أنت أطاعت شو بيقلك بيقلك أطاعت نصف الطريق يعني إلك أدرسينج العنوين ديفايسيز أدرسينج ديفايسيز جاست هاف اوف اوف داورك نيدد توريش اهوس مشان توصل للهوس هذا نصف الطريق طيب حلو شو هو النص التاني آها خلينا نحكي بنص نص الطريق الأولاني اللي هو بيعني هو موضوع التوجيه أو الراوتينج تمام الراوتينج بشكل عام محتاجة تأخذ مسار أو طريق أنا بدي روح لعند صديقي صديقي اسمه سمير صديقي اسمه محمد سمي اللي بدك يا أنا حتى أوصل لمحمد أو سمير بدي شيء اسمه طريق مناسب أو يعني أنا حتى أوصل من هون لهم بدي طريق مناسب من جهازة جهاز نفس الشي بدي أوصل لصديقي فهذا الطريق يعني لازم أنا وياك نتفق على طريق نبحث فيه الداتا تبعنا فهون نحنا بحاجة لجهاز بيعمل أو بيؤدي هذا الغرض واللي هو اسمه راوتر تمام بعد شوية رح نحكي عن السويتش الجدار الناري يعني الفايروول بالاقسام اللي بعدها ان شاء الله المهم أخي سيد العزيز بيقلك انه راوترز تمام الراوترات هي شوف التعريف تباحة بالسلاد هي أجهزة متصلة على شبكات مختلفة ركز الراوتر هي أجهزة متصلة على شبكات مختلفة في نفس الوقت ها ها شغلة حلوة المهم هاي الراوترات هي الأجهزة متصلة على شبكات مختلفة بوقت واحد يعني السؤال هو اللي انت هلا عبيخطر على بالك أخي أنا ايمت بحتاج هذا الراوتر جوب دامك مبين لما بكونوا عندك شبكات متصلين لما يكون بتصل على شبكات مختلفة تمام عن بعض فأنت بتستخدم الراوتر انت بتستخدم هلا الراوتر والراوتر حتى يعمل توجيه وينظم كل الموضوع بيقوم بيستخدم شيء اسمه راوتينج بروتوكول بروتوكولات توجيه هاي بروتوكولات التوجيه تشوف بروتوكولات التوجيه يعني هي اللي عم عم تشتغل لنا كل هاد الشغل حتى اه تأدي الوظيفة تبعها تمام يعني انت عندك هذا الموضوع يعني هو شوي اه لذيذ تمام لكن ان شاء الله هو كويس هلا العنوين تمام بشكل عام خلينا احنا نحكي هون عن هذا الموضوع راوتينج بروتوكول او بروتوكولات التوجيه انا مو قلتلك انه لما انا وياك بدنا نروح لعن صديقنا بدنا نختار اخضر طريق يعني هذا نفس الشيه يعني خد على سبيل المثال اربط لك ايها بواقع عملي انت في عندك ساعي بريد تمام انت عندك ساعي بريد تمام بايدو بوست كارد تمام ظرف بدو يودي لبيت ابو حسين تمام بيت ابو حسين صاير باخرة اه اطراف الضاحي او اطراف المدينة ساعي البريد حتى يودي البريد لبيت ابو حسين تمام بدو ياخد هذا البريد يحطه معه بالشنتة معنش انا معطيكها بحرفية بدي يحطه معه بالشنتة بعدين بدي يطلع على الخريطة رح يشوف انه الضاحية مقسمة طيب ساعي البريد بدو ياخد افضل طريق واقصر طريق حتى يوصل الرسالة لابو حسين ممكن ياخد مسار مستقيم ممكن مسار مائل ممكن يدف ويدور لكن بدو يوصل البريد باسرع وابسط يعني طريق بحيث ما يتلبى تمام فالراوتر بيعمل نفس وظيفة ساعي البريد تماما بياخد لك معلم هاي الداتا تمام ومن خلال شي اسمه راوتينج بروتوكولز بروتوكولات توجيه بيضبط لك اياهن مع الشبكات حتى يوجه يودي لك اياهن على الوجهة بافضل واقصر طريق تمام فالراوتر انسبيكتز the destination address of every incoming packets and then forwards it through one of its interfaces يعني انا راح قل لك يا هلا الراوتينج تايبل يعني ها ها اخي انا انت حتى تختار انت موعى بيالا كون انت في شي اسمه عندك قل لك انه انترفيس الواجهات انا لما بدي بعت لك الملف حلو بكل جهاز في كذا انترفيس بكل جهاز لاني في كذا انترفيس انا بدي بعت لك الداتا جرامز تبهوا نعم احنا عم نحكي اي بي الباكتز بصير اسمها داتا جرامز لما بدي بعت لك الداتا جرامز اللي عندك بدي شي اسمه بدي شي اسمه وجهة طيب هاي الوجهة بتكون حاوية هاد الموضوع كلا ياتو شو بدك تستخدم انت فانا في شي عندي اسمه الانترفيس هاي الانترفيس بتخليني يعني مشان انا تشوز حتى اختار افضل انترفيس لتحويل الداتا الراوتر شوف لك الراوتر بيقدم اداء من خلال ان هو بيعرف من خلال شي اسمه راوتينج تايبل تمام هاي الراوتينج تايبل شغلتها انه فاند اي بي يعني شغلتها بتوجد الاي بي للانترفيس يعني انا بدي بعت لك مسلا شوف عم يحكيك انه عن العنوين تمام خلينا احنا نوظف لك الفكرة بشكل عام انت بشان ما تتوه فيها تمام كل فتحة من فتحات الراوتر بنسميها انترفيس ويس هاد الكلام هون بشان الراوتر يختار الفوروردينج انترفيس بيروح بيطل على الراوتينج تايبل تطلع على راوتينج تايبل واللي هو جدول بيحتوي الاي بي في اي بي وفيه كل انترفيس متصل على هذا الجدول وهذا الجدول هو جوات الراوتر تمام هذا لانه جوات الراوتر انت ما فيك تشوفه لكن فيه شي اسمه بقلب الراوتر فيه شي اسمه غالبا ديفولت ادرس هاد الديفولت ادرس بيكون اصفار متما انك شاف هون بيكون اصفار صفر 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 هاد معلم شو شغلته عادة جماعة الشبكات بيقلو له ديفولت روت تمام الراوتر بيستخدم هاد العنوان تمام هاد العنوان اللي هيك الحلي والمرتب لما تبعت انت باكت والوجهة او ديستيناشن مو معروفة او مجهولة يعني كيف وحلا صلي على النبي الله ما صلي على سيدنا محمد وقالي محمد وشوف معي شايف يا سيدي العزيز انت هون قدامك هادا اللي انا قلتلك عليه هو اسمه هادا الراوتنج تايبل خاني بس نحنا نعمل ازرق لاني الازرق حلو الراوتنج تايبل هاي قدامك فيها اي بي فيها سابنت ماسك فيها الانترفيس كويس هاد الحكي كويس هاد الراوتر المرتب اخي لما هادا العنوان بدو يبعت باكتز لهادا العنوان بدو يمر من الراوتر لهون والراوتر بعدين بيقلو كيفك يا قل يطعمني عنا بيقلو والله الحمد للان مشتعله بيقلو ازا سمحت انا بدي روح على العنوان الفلاني حلو والسابنت الاي بي تبعه كذا والسابنت ماسك تبعه كذا بيقوم الراوتر بياخد بياخد الديستينيش وبيتطلع على هالخريطة قدامه انت بدك تعرف انه الراوتنج تايبل هي الخريطة طبع الراوتر حتى حتى يحول البيانات بيقلو والله ايه والله انا لقيت لك ياها هي معلم على المدخل الثاني او على الواجهة الثاني بيقلو ايه اوكي الله يعطيك العافي بيروح بياخد هدول هيك بشت طبهم وصلت الديستينيش وصلت لا الوجهة تبعيتها الدياتا جرامز تمام تمام هو بيدل بيدلها للباكيتز تمام اذا تروح يعني على الاي بي الاخر بدها تروح على الراوتر هذا الراوتر ده تمر لعنده لهون بعدين الراوتر بيبعتها على الوجهة ازلائية هون التوجيه بيصير بناء على الديستينيشن يعني شوف كمان شغلة تاني قال انه الشرطي قال انه الراوتر عمله بيشبه عمل شرطي المرور انت معلم عندك عندك هون طريق 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 وطريق وبياناتهم هيك واقف بالنص الشرطي على الاشارة الله خلينا شرطة المرور تحياتنا لهم انت واقف هو يماسك بيده هاي العصايا وعب يوجه السيارات انت جاي من هذا الطرف بدك تطلع لهون حلو بيقوم بيوقف هذا الطرف وهذا الطرف بيسمح لك تروح لهون طبعا هذا شرطي المرور الحباب المحترم وجهك لهون نفس الشي بيوقفها بيقطع عليك الطريق من هون بوقفكن يعني بيخله هذول سيارات تعبر لهون نفس الشي بيوقف هذا الطرف مشان يخلي هاي السيارات تعبر كمان لهون والراوتر يا سيدي العزيز نفس تحويشت الشرطي المرور يعني معلم قدامه هالعصايا هالخريطة وعب يوجه العالم طيب اخي انا فطردني الراوتر يعني احنا مشان يكون وضح لك ياها انه الراوتر بياخد قرارات التوجيه بناء على الراوتينج تيبل متل ما هون انت شايفة قدامك هاي كله هاتها راوتينج تيبل تمام هاي هيك الامورة الحلوة المرتبة هي الراوتينج تيبل وبيطابق وجهة الداة بدا تروح يعني شوف اخي مسلا عبي اقول لك هون في هذا المثال الراوتينج تيبل is made of three entries ويسا هاد الحكي بيقول لك انه فيها ثلاث شغلات الانترفيس one يعني لك يا الانترفيس one is used to forward the packets two حاط لك هادا الاي بي ويسا هاد الحكي وقال لك انه فيها انترفيس ثاني بشان تحول انت الباكتس على هادا الاي بي وفي عندك الهي الانترفيس ثري إز يوز تستخدم على أنها ذا ديفولت راوت فور باكتز حلو لأني اللي بيقلك أنه هذا بيستخدمون لما ما تكون موجودة على نفس شبكة الراوتر يعني كيف راح إلا أخي أنا بتتذكر لما نحن أي أيام من الزمنات لما كنا نفتح الفيسبوك من على المتصفح ولا حد هلا لسا ما بنعمله جينا نحن لهون حلو أخي أنا لو بدي أنا أفتح موقع اسمه فيسبوك دوت كوم كويس هذا الحكي بيقوم بيتطلع بيشوف لي أنه هون في شي في شي اسمه فيسبوك دوت كوم لا في شي هون اسمه فيسبوك دوت كوم لا فهون تلقائيا بيقلك والله يا حبيبي أنا ما لقيت لك إيه أنتو بتقوله إيه شو يعني يعني قعد مثلا قصفون قبكي قعد شو سوي بيقلك لأ طويل بالك أنا راح أحولك على النت حلو راح حولك على الشبكة وإنت هنيك بتدبع راسك بتلاقي ففعلا بيحولك على الديفولت آآ روت تمام أنت بتروح لهون وبتلاقي موقع اسمه فيسبوك دوت كوم وتروح بتتصفح وعلى كيفك وعلى مهلك ومورك مبسوطة يعني شو هذا المثال الحباب الثالث تمام اللي إلاك إنه نشوف ذراوت تايبل إكزامبل شو إلاك إنه في أنت عندك بكت أرايفينج أون أنترفيس ثري جاية من الإنترفيس الثلاثة حلو للآي بي تسعمية وتمانية وستين فاصلة خمسة فاصلة صفور خلين بس شي لهاي تمام طيب قلب أنه جاي على هذا الآي بي الحباب حتى تجي ما بيصير والله طيب قطنط لهون نط لأ بدأ تجي هاي الباكيت تمام وتروح لعند الراوتر الراوتر بيقل له لوين رايحها يا حلوة بتقله والله رايحها لا هذا الآي بي هذا العنوان تابعي بيقل له يلا يتوكل على الله هون انتي العنوان تابعيك وهذا السبنت ماسك تابعيك هاد شغل لهون نفس الشي هو بيقلك انزفات في الحقيقة the first entry in the routing table does not match the destination network هو شوها بيقلك قال لك أنا مو شرحت بقبل إنه إجت هاي الباكيت الحلوة المرتبة بدأ تروح لهذا العنوان طيب راح الراوتر قال لي استني تفضلي عادي شوي استريحي نظبط لك شوف لك وين هاد محلو بيقوم بيطلع بيقارن هاد الآي بيقوم بيشبه لهذا بيقل له لا والله انت معلم خربطت ما بتشبهني بيشبه هاد بيقل له ايوه معناته انتي بتاخذي حالك بتروحي لعند هاد من هون هو يحولها يعني هو بيصير على مبدأ مطابقت الاي بي بيطابق الاي بي فما بي يعني إذا شافها متفقه معهم هشوف شو بيقلك لك انه هي رايحة كانت على لهذا الديستينيشن طلع على اول واحد شافه قال لك لا والله معناته غلط راح على الثاني قال لي صاح تروح مشي لهم بيلك ويل ذا سيكون داز داز انه حقلك يا سيتس انت بيقعد هون شوف لما حكيت لك انا انه اول ثلاث ارقام هن تمام واخر رقم هو الهوست انت منتبه انه هادا كمان اخذ اول ثلاث ارقام رايح على الشبكة محددة لكن الهوست مختلف بس شو نفسها انتي حتى تكون على شبكة لازم يكون لك نفسه ولازم تكون انت اول ثلاث خانات متشابهين اول ثلاث مقاطع يعني هاد هون مقطع 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 هادول كل الثلاث بيكونوا بيعملوا لك انتي نتورك حتى امورك تكون بالسليم يا سيدي العزيزة فرجع هون بيحكي لك انه الديفولت راوت اكزامبل عبير رد عبير شعلك على الديفولت راوت تمام قالك انه في عندك باكت جاي على الانترفيس وان تمام طالع منه بالاحرام و جاي عليه بده تطلع لثرو انترفيس ثري بتطلع على الانترفيس ثري يعني على النيت بشكل عام راح الراوتر قاله على عيني انا راح حولك لهنيك وبعدها قالك انه انه هاي شو اسمه الباكت اللي هو بيقلك انه ما في انتري متوافق يعني هي عبتدور على هذا الاي بي كويس طيب شفلي بالله عزيزي المشاهد انت هون هاده مو اي بي طلعلي اخي كبني من النيت ماسك هلا مؤقتا شفلي في شي رقم اسمه 72 13 37.2 لا والله انا نفسي ما اني شايف انت اذا شايف شي تبلي في التعليقات انه انت شفت وانا ما انتبهه طيب انا ما شفت شي طيب شو هون طلطم يعني بتبعد بتبكي بيقوم من الراوتر بيلا لا تحزني راح ندف شيك على النيت وانتي بتروحي بيبعدها على الديفولت روت اللي هو صفر فاصل صفر فاصل صفر فاصل صفر ليش لاني ما توفقت مع اي اي بي موجود رفت كيف يعني كأنه ولا واحد قبل يستقبلها رفت كيف فالله شوفي انت طريقك بالنت هني بتشوفي اموري بيقلك انه في عندك كزا طريقة حتى توصل للعنوان اللي هو بيقلك انه في شغلة مهمة يا سيدي العزيز يا سيدي المحترم لكن خلينا نشرب لنا شفت شاي لاني هالشرح الدسم بده كاسي تشايت الي طيب قالك انه في شغلة مهمة بالنسبة للراوتينج اللي هي صديقي المحترم اللي هي راوتينج ميتريكس او الميتريكس معلم شلون انت لما بتقيس البعد بينك يعني مسلا انا في عندي هون بيت هون بيت تاني المسافة بيناتون انا شو بقيسها يا بالكيلومتر تمام او بالمتر كويس طيب انت عندك دولة هون وعندك قارة هون او دولة هون تمام راحت في بيناتون مسافة كبيرة بتقيسها بالكيلومتر بينك وبين صاحبك اللي قاعد في المقعد معك انت هون وهو هون ممكن تقيسها بالشبر بالفشخة بالفرصخ ممكن تقيسها بالمتر او بالسنطي المهم يعني مو خلافنا نحنا على شو بدك تقيس خلافنا على وحدة القياس تمام معلم انت متل ما انك عايش بحياتك بتقيس بالسنتيمتر والمتر كمسافات هو غالبا المتر والكيلومتر للمسافات الكبيرة الراوتر يا سيدي العزيز بيقلك ايه معلم حتى نحنا نقيس المسافة بين البكت والديستيناشن في شي اسمه متريكس هاي المتريكس هي واحدة قياس البعد اللي بيستخدموها الراوتينج بروتوكولز بروتوكولات التوجيه يعني انت هون بتستخدم الهوب حلو بطوي بالك لا ننطل السلايد اللي بعده حلو بيلك هادا الشي هادا الشي بيامن that that if two paths have the same number of hopes انت في شي انت عندك اسمه هوب تمام او القفزة اه هاي محطة يعني اخي انا في عندي هون طريق لهذا البيت كويس هاد الحكي انا هون بدي باعت الباكت خليك مركز معي في انت عندك هون هوب 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 حلو من هون لهون واحد خلي بس ده نبدل الالام تمام من هون لهون انت عندك اول وحدة من هون لهون وحدة تانية من هون لهون وحدة تالتة من هون لهون وحدة ربا هادا طريق وبنفس الوقت انت في عندك من هون لهون يمكن ما في عندك غير بس واحدة كاي كلها ت packing وحدة معي طيب بلا ها عليك مين الاسراء هادون هادو الطريق ولا هادو الطريق ها هادا ها 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 بيجي دور الifie لما يشوف هذا الشي قدامي يوعد بإلك أفا ها عماش شلون هاي بدنا نسويها هلا بس ماها حد كونه دي بيلك لا تق Slime بالك حبيبي في شي اسمه روتينج بروتوكولز هاي شغلتها اجب لك المسافة بيقوم معلم بيعد الهوبايات وبشوف انه اكتر واحد فيه هوبس بشيله بده اقصر واحد قلتلك بدي انا اقصر طريق كيف شلون مشالله بدي اقصر طريق حتى اوصل هون بياخد هذا الطريق لانه اقصر عدد الهوبات فيه اقل تمام هاي شوف المثال اللي رح اشرح لك يا انا الصفحة اللي تحتاج تماما ها هاي بس نعم نكبر شوي هاي ها طيب ايجا لك يا سيدي العزيز قل لك انا حاطلك هذا الاشو اسمه روتينج تايبل تمام وقل لك انه انا بدي روح على هذا الاي بي خليك مركز معي انه انا بدي هذا الاي بي طيب وينه هذا لك هون طيب شون انا بدي اوصل له فيه ادامك خيار يا اما تجي من هون اي طبعا اذا احنا عم نحكي انه فيه جاي من النيت جاي على هذا الاي بي كويس على هو ميتين وثمانا وعشرين تين وسبعين صفر صفر بيقوم فيه ادامك انت بتجي على الراوتر بعدين لهون كويس هذا سبعة هون هذا سبعة من هون لهون سبعة وخمسة سبعة ثمانية تسعة عشرة ادعش اتناعش كويس هاد الحكي في عندك هون اتناعش وفي عندك لا فيك تجي من الراوتر والراوتر بيقلك تعالى هون بعدين لهذا الاي بي بعدين هاد الاي بي بيحولك لهون هيك بعدين بتيجي لهون هيك يعني معلم متل متل بدي يمسك دانو اليسار من ايدو اليمين يعني هيك بيلف اللفة كله هادا هادا طريق المترك تبعه كبير انا ماني بيحاشته بقوم باخد الطريق الاصفر نفس الشي انت عندك اه هادا الاي بي ادعش اه تين وثلاثين صفر صفر اللي هو هادا غين نحن نرجع نحدده هادا هو في انت قدامك تجي من هون سبعة خمسة عشرة هون هيك تجي كويس توصله من هون وفي عندك لا اه طبعا اه انا عم احكي اذا جاي من برا انت ازا كراوتر انت كراوتر بدك تجي من هون من الراوتر بدك توصل لهاد الاي بي بتاخد هيك توصل لهون بعدين هون عد الخمسة ولا عشرة خمستاش هيطلع معك انت اول طريق خد طريق تاني انت كراوتر بدك توصل لنفسه خد تطلع من هون من الانترفيس اتنين تلحق الطريق وصلت لهون الثمانة بعدين انت من هون وطلعت حتى توصل لهون في عندك كمان تسع خطوات فثمانة وتسعة سبطعش اها طب انا باخد هاد ولا باخد هاد لأ باخد يا سيدي الطريق الاقصر يعني انا باخد هادا تمام وهيت هيت صاير يجب أن ت sareت توجيه Ling Postsات pengar في قلب الراوتر اrt ، علي كم عرفت عليكي يعني انا بدي اوصول الروت الروت يطلع من هون هيك سبعة فيني اطلع له من الوصول لهون امشي هيك من الورقى مواحد عدي على هون على هون على هون هيك بعدين اطلع لهون مشوار الراتور طوي لا اخي بغريت قليع من هون لهون خالصين انت وصلت. وهاي تحط لك انترفيس انه انترفيس واحد اثنين ثلاثة وحط لك المترك. المترك هي المسافة. فقال لك انه كمان هون نفس الشي. جيان اه صاحب رقم المترك الاصغر هو المسار الاسرع. قال لك انا اخي بعت لك طرد سيدي العزيز بعده على هذا الاي بي. تحسب من هون من هون من هون. يعني سبعة خمسة عشرة. فصلوا والله لهون. هذا طريق. في انت عندك هات كمان طريق تاني. طيب انا اخي هذا هذا طويل كتير لاني رقم المترك تبعه اكبر من هاد. وانت القيم بقل له شطب من هون. وخليني على هون. خليك على اصر. يمشي لهون. بيوصل للمكان اللي يبدو يا. يعني هاي بالنسبة لهذا شو بيقلك هون. انه اباكت انترفيس ثري. جاي من الانترفيس ثري. جاي على هادة الاي بي. تمام. ريكو هاشوفو محلا. زريف كتير غندور. بيلاك انه هان ازا ات جيت من الراوتينج من الانترفيس واحد في انت عندك خمسة عش خطوة. حلو. اما لو جيت من الراوتينج اتنين فانت في عندك اه سبطاش. طيب انو اصغر الخمسة عش الا السبطاش لا اكيد الخمسة عش هي اقصر. فانت هون تاخد اقصر بطريق وبتوصل له. هاي يعني بالنسبة لشي اسمه راوتينج بروتوكولز. هلا عبيحكيك انو انت تشكينج تا راوتينج تايبل. هلا بشكل عام. بشكل عام. انت مشان ما تتاخد وتغص كتير في الموضوع. انت في عندك ثلاثة انظيمة هلا انت تشتغل عليهم. عندك عبيقلك انو كيف تشغلهن. انت في عندك لينيكس ويندوز او اس اكس اللي هو الماك. تمام? طيب. انت لو هلأ فتحت السي ام دي. اه عفونا. انا هلأ عم احكيك بلينيكس. انا لو هلأ فتحت لينيكس بفتح شي اسمه تيرمينال. معلم. وبكتب اي بي راوت. وبيطلع لي راوتينج تايبل. لو فتحت هلأ ويندوز يعني مسلا انا جيد. ويندوز ار. سي ام دي. ورحت على طول كاتب. انا احنا مش اندني برينت. تمام? طيب. متل ما نكون شايفين هون. هون هطل لك انو في انترفيس. هون هطل لك انو في انترفيس. هطل لك ان هون في انترفيس ليست. حلو لك هدول كيه اللي انا عم استخدم هون. شايف ما اكتره الصلاة وعنبي بركة. طيب. شوف اللي تحت هون كمان. هاي اللي انا عم احكيك ياها. شوف ركز معك. عطيك هذا. والنتماسك تبعه. ديك هذا هون. وهذا النتماسك تبعه. لوين هذا بيروح هذا الانترفيس تبعه. وقديش كمان المسافة. خذ هاد مسلا النتورك ديستيناشن. هذا تمام? رايح اخذه على هادة كمان معنى. بليك كمان تبعه. نفس الشي هادة معنى لي هاي ايه الراوت آآ راوتينك تايبل. اتي فيك تطلعه فاقته مشان انت تفهم كيف التأسيمة تبعيتها. الا تشيكينج راوتينك تايبل هاي حاطيه لك شكلها بالترمنال نتائج تبعيته شوف انو روت هوس. اي بي راوت طلع انو ديفولت آآ فيها. حاط له كمان هذا الاي بي. انو على انو انترفيس هي ايذر نيت زيرو. بروتوستاتيك. وشارح فيها كمان آآ شوية تفاصيل تانية. نفس الشي انت كمان عندك هون. لما فتحتها متل ما انا هلأ عملت هون على ويندوز. تمام? كمان طلع له انو آآ بي فرجن فور راوت آآ تايبل. حط النتورك شوفوه مسلا هاد. النتورك ديستيناشن لوين وصل. كمان لهون. وقدش المترك تبعه. آآ البعد يمكن كمان في تبعية الايوة على ماك او اس ماك سيستم. يعني يا اخي ايش جماعة الماك نحنا ما ندوك معه مصاري. اما نحنا جماعة شغل دروشان. طيب. كمان معلم نفس النفس النتائج. ما ما في شي يعني كلهم واحد. تكتب انتينت تطلع يسحبك لعند. او مفروض كمان يحطوها يعني. بحولك لهون على الانترفيس. ايه? هاي التفاصيل كلياتها. عفوا الهو ان تطلع من هون. مثل هادا. انا شتتت فكر متل الويندوز كمان بس هدوك يا جماعة مختلفين. المهم تطلع من هون تنزل هون. هاطل لك كمان المترك فيها التفاصيل الباقية. ويعني بشكل عام. بشكل عام. نحنا هلا وصلنا على وان شاء الله بنشرحها بالحلقات القادمة. اه بتمنى انا اي حدا عنده استفسار او عنده مشكلة ما او تساؤل او ايا يكن. اه يبعدتلي على على نحنا على على قروبنا في التليقرام تمام? وانتو بتعرفوا اسمه جي جي اتش تيم او جلوبال جري هات تيم. وبازن الله اه ما بقصر وبجاوبكن. اه لا تنسوا مشاركة الرابط في حال اي حدا. برجع بتكرر في حال حدا عنده اي تساؤل اي شي سؤال خارجي حتى استفسار او استشارة نحنا ان شاء الله جاهزين حتى نقدم. اه وشوفكم على خير. لا تنسونا من الدعاء والرضا. والسلام ورحمة الله وبركاته